الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اليوم إن شاء الله رب العالمين سوف نتحدث عن مهمة جميلة بسبب السلام فضله وآدابه أصدقوا السلام عليكم وإن أصدقواه وإن أصدقواه سوف نتحدث عن هذه الحديث ناريته بإمام البخاري إن الأدب المفرد وإمام ابن ماجة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس الجوية لم يتعطيك عن شيئاً أكثر من أن يتعطيك عن أصدقاء أخرين وقال السلام عليكم وقال تأمين أمين في الصلاة ماذا يعني ذلك؟ هذا مجموعة من الله الكريم سبحانه وتعالى أولاً سننتحدث عن أخرين التأمين التأمين وليسأمين بقى يعني يا الله أنسر دعا لذلك تتعطي الله سبحانه وتعالى لأنه يحدين الصراط المستقيم يا الله تساعدنا إلى الهدى والذي ممتعاً لذلك يجب أن نكون مبكسة عنه لذلك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى السلام أولاً كما نستطيع أن نتقل السلام والسلام يأتي منك السلام يقول السلام اسم من أسماء الله تعالى على معنى أنه المالك المسلم العبادة من المهالك هذا يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى واحد منه هو السلام يقول أنه هو مبكسة كل شيء وهو هو الذي يساعد وعطي 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 من المنطقة المتساعدة وعطي 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 ومينك السلام وعطي ومنك السلام أي ويرجا منك السلام وعطي وعطي أنك تستطيع نفسك وحسن على نفسنا لذلك السلام ونقول السلام عليكم لأحدهم ليس فقط قصة نتعلم أولاً، إنه تذكر الله الكريم سبحانه وتعالى أولاً، نتعلم للمشاهدة عندما يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعلم لهم نتعلم لهم لعطائهم لعطائهم ومحاولة نتعلم للمشاهدة الله سبحانه وتعالى لتشورهم مع مرسيه نتعلم للمشاهدة الله الكريم سبحانه وتعالى لتعرفهم في كل شيء هذا هو يعني ما؟ البركة لتعرفهم في كل شيء لذلك ليس فقط قصة ما يقول المسلمين لن يتعرفون الناس المسلمين لتعرفونها لذلك إنها مجموعة إنها مجموعة إنها مجموعة نتعرفنا وإن الله سبحانه وتعالى قال القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا يعني حتى يسمح لكم وحتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أو أنك تصدقوا لا تتعرفون لا تتعرفون المسلمين أخرى من المسلمين حتى أنك ستأخذون ومسلمين وإنهارهم وإنهارهم مع السلام عليكم إنهارهم مع السلام عليكم هذا أفضل لكم ربما ستتذكرون وإن الله سبحانه وتعالى قال في الأخير سورة النور فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم يا الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن عندما تتعرفون تتعرفون مع السلام عليكم على أنفسكم على أنفسكم الله سبحانه وتعالى يقولون ما المسلمين هو واحد 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 يشعرون لكل كما أنه واحد حتى ولكن عندما تتعرفون المباركة أعطاء السلام عليكم لكم أعطاء من الله التي تتعرفون مباركة 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 كل شيء يعني ما تستقل لها يحسبها الله سبحانه وتعالى وعندما تتعرفون مع مباركة 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 يعني واحد قال مباركة 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 أو مباركة 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 حقا الله مباركة الأشياء مباركة سوف تسأل عنها ثم الله سبحانه وتعالى يقولنا السلام عليكم إنه سنة من كل المرحبات الله الكريم سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى مباركة كما نتعرف بما نرى وعندما نرى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون تعني ما أنا أعرفكم غربا أعرفكم الحديث عن خطراوا الشخص والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأدوم بالمرحب عندما سنة ورقوا أننا نتجب مع السلام قلل منهم اتروا والحديث انظروا بك سلام ايضا تم اترابة السلام الناس لا يعرفون لا يعرفونهم ايضاً السلام ورسم هذا الحديث في الأدب المفرج بإمام البخاري رحمة الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفش السلام بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حقاً السلام السلام هو أحد من أسماء الله تعالى الله خلقه خلقه وضعه 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 على الأرض لك لذلك سبرد السلام بينكم بينكم سبرد السلام ليس فقط مجموعة لكن كل人 يجب أن يساعد وضعه السلام من أسماء الله وضعه من أسماء الله وضعه من أسماء الله وضعه السلام ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه أطير كما سيأتي يعني الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أن السلام هو واحد من نموعة الله سبحانه وتعالى الذي الله يضعه على الأرض لذلك سبرد ه بينكم عندما يتعلم السلام يقول السلام عليكم لهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا يتعلم السلام يوجد يوجد مدينة منهم مدينة لأنه هو الذي يتذكرهم السلام الله سبحانه وتعالى وإذا لا يتعلم السلام لا يتعلم لهم يتعلم أحد الذي ماذا أفضل وكذلك سيأتي السلام وإذا ما الملائكة أو الملك أفضل الآن أريد أننا يتعلم أننا لا يمكن دخول الجنة من غير إفشاء السلام لا يمكن دخول الجنة لا يمكن إنترى السلام السلام بإسم الله الكريم سبحانه وتعالى وإن خلال من السعر لإسم الله الكريم سبحانه وتعالى عندما نتعلم أحد نتعلم أنه يأتي من السعر عندما قلنا السلام عليكم نتعلم أننا نتعلم لأننا سبحانه وتعالى وإن نتعلم أننا أريد الله سبحانه وتعالى أن نشور هذا أحد أو أحد مع رحمة ورحمة وإن أن نشور برقاة وبركاة نتعلم وإن نتعلم لهم جيد لأننا نسلق الله السلام سبحانه وتعالى ليس مثل مرحبا كيف حالك كيف حالك لا لا عندما قلنا السلام عليكم إن سبحانه وتعالى لذلك علينا أن نعلم ما نقول ونحن أن نعلم ما نقول ورحمة صحيح مسلم نتعلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا رفض محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال أتعلم بأي من الذي في رأي مي سوال مي مي في رأي بأي الله بأي أن لا ستعلم الجنة حتى وإن لك تؤمن في الإسلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا وليس لن تكون تؤمنين حتى وإن لك تحب واحد احب 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 الله سبحانه وتعالى أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وه تحاببتم أحب 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 إذا تفعل ستحب أحب 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 إذا تعلم ما تقول وإن عبودية لله وإن سبحانه وتعالى هل أحب أحب إذا أحب السلام بينكم سبرد السلام بينكم لأحب 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 أحب لأحب السلام عليكم عندما تحب قولي هذا وأستغفر الله عليكم فاستغفر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الناس المسلم عندما يلاح السلام عليكم هو عبارة لأحب تورد الله الكريم سبحانه وتعالى وهذا هو تحب المسلم ورسول السلام يلاح أيضا عبارة تورد الله الكريم سبحانه وتعالى وماذا بعد المسلم الذي قال السلام عليكم وقد قمت بتحديدنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت بتحديدنا ونحن نقوم بقب بصحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخي 5 أشياء المسلمين على المسلم من مدينه مسلم ما هم أولا رد السلام السلام يقول ما؟ وعليكم السلام يجب pricing ومن آق depending the words ofrael يبين أن يكضر العملة على بعض المش çıkاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم قال قيل ما هن يا رسول الله قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ 6 أشياء هم مفترضين على المسلم إلى ماذا؟ أخي المسلم قال يا رسول الله ماذا هم هذه 6؟ وقد قال الأول عندما تجده تقول ماذا؟ السلام عليكم لهم سوف تفتح الناس وإذا تفتح الناس سوف تفتح الناس سوف تأتي وإذا بما يتم جمعات المسلمات الجنة ان شاء الله رب العالمين سوف تتقلم كل ما اللّه سبحانه وتعالى أريد مننا في كل أسماع عبادة لنا وتفتح الناس ونفعل أفضل للذي سبحانه وتعالى وكذلك لفعله الأفضل لتعطي الله سبحانه وتعالى لتعطي لا تقلق لتعطي الله سبحانه وتعالى عندما تفعل ذلك تتوقع كل مستقبل من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إن صحيح مسلم إن صحيح البخاري بابه بدء السلام صحيح البخاري سبتايتل هاو ذا جريتنغ اوف السلام عليكم ها ستارتد هاو تواز انشياتد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته يعني خلقه إنسانا كاملا مش على صورة رب العالمين حاشا لله خلقه إنسانا كاملا لا يمر بمراحل التطور ها ها ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم آدم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الملائكة وقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ها فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن ها لا يفعل ذلك فلما خلقه فلما خلقه ها وفلما كان يجبه مدرسة ثلاثة كوبت في السكايا ها عندما الله سبحانه وتعالى قلت له انظروا هنا هناك قلوبة الانجل يسهدون هنا اذهب وقال السلام عليكم وقال انظروا كيف سوف يتعرض لتعرضك لأن ما سوف يقول لك سوف يكون السلام عليكم و السلام عليكم سوف يتعرض لهم وقال السلام عليكم وقالوا السلام عليكم وقالوا السلام عليكم ورحمة الله وقالوا ورحمة الله ورسول الله قال ماذا وكل الذين انظروا الجنة سوف يتعرض على المشاكل الادام سوف يكون 60 ورحمة الله ورحمة الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا ورحمة الادام المشاكل من المشاكل بدأت ماذا يتعرض ورحمة 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 حتى انظروا والجلوس بالطرقات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هي فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها نعم رسول الله لا لدينا نعم نعم لنقوم للمشاكل على كل احد خارج من إسراج وطرق روح وال السلول يتكلم روح يتكلم ون رح فقال اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. اذا اذا اضعوا على الصورة بك يجب ان تتعرف على الصورة. صورة الطريق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله. يا رسول الله ما هي الصورة الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر. قمت بتغيير البصر. حتى انهم اتسابروا. قمت بتغيير البصر. يقول него الك؛ وجentin الله عن المنكر لكل خطر السلما والأمر بالمعروف والنهي على المنكر و لتشتريح من الكون code و ان لا قد بتغيير أقiros. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قلنا السلاموا على الله قبل عباده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما في، عندما نقسم بشكل رسول الله صلى الله عليه و سلم عندما نقل أن نسمّا بشكل التشاهد نقل بنا نقول رعب لله رحب لل على الله عندما تّمية مقص في جبريل رقم من الجبريل ع務ان السلام على ميكائيل ال ransom على ميكائيل السلام على فلاه رقم من النيه فلمن صرف النبي صلى الله عليه و سلم سلم اقبل علينا بوجهه and when رسول الله صلى الله عليه وسلم finished his salat salam out you know he phased him and he said in الله هو السلام الله is السلام فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء وفي الرواية الاخرى ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء صلى الله عليه وسلم told them how to say التحيات لله uh as we do it and Rasulallah صلى الله عليه وسلم told them if you say it as you are taught this greeting salamu alaykum will reach every righteous slave of Allah in the heavens and on earth then he said when you finish saying التحياته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله choose any that you want quickly i have three minutes this hadith of rsulallah صلى الله عليه وسلم the manners قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير رسول الله صلى الله عليه وسلم said what the young person should greet initiate initiate the greeting of the older person and the one who is passing walking must initiate the salam say assalamu alaykum to the one who is sitting and the little group must initiate the salamu alaykum when they pass by a greater group yeah and another حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي and the one who is riding is the one to initiate assalam to say assalamu alaykum to the one who is walking on foot another hadith yeah very important but before i say this hadith let me mention another ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم said what قال لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة you said the day of judgment will not come to pass until people greet with assalamu alaykum only those who they knew now you know why prophet محمد is truly the messenger of allah subhanahu wa ta'ala and the hadith imam al-bukhari says what باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ah greeting everybody regardless if you know them or you do not know them and he quotes the hadith اه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اي الاسلام خير امان اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم which part of the islam is best and the prophet صلى الله عليه وسلم said تطعم الطعام to feed people food and to greet with assalamu alaykum everybody regardless if you know them or you do not know them regardless if you know them or you do not know them and amazing thing we read in صحيح مسلم that although رسول الله صلى الله عليه وعلا اليه وسلم told us that the younger person should initiate the greeting he صلى الله عليه وسلم as we read in صحيح مسلم that when he used to pass by the boys playing the kids playing he himself صلى الله عليه وسلم used to initiate السلام say السلام عليكم that is the care to see of سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم and hopefully it will be our care to see too. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقنوا الصلاة.